اشتركوا في القناة والديان هو الحاكم والقاضي يقال من ديان أرضكم أي من الحاكم بها وهو المحاسب المجازي الذي لا يضيع عمله ولكنه يجزي بالخير خيرا وبالشر شرا قال تعالى حكاية عن القرين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون وفي الحكمة كما تدين تدان أي كما تفعل تجازا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا أي غير مختونين بهما أي ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان فمن علم أن الله هو الديان عمل بالعدل ولم يظلم أحدا من عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وما أحسن قول من قال أما والله إن الظلم شؤمه وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ومن علم أن الله هو الديان خافه واتقاه وحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا ومن علم أن الله هو الديان حرص على زيادة حسناته لترجح في الميزان قال تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين